أهلا بكم أظهرت النتائج الأولية للتنقيب عن خام الفوسفات في المنطقة الشرقية وجود احتياطي أولي يقدر بأكثر من ربع مليار متر مكعب حيث وقعت وزارة مذكرتي تفاهم العام الماضي وزير الطاقة دكتور صالح الخرابشي خلال جولة تفقدية على مناطق الحفر والتنقيب عن الفوسفات جنوب شرق مدينة الريشد قال أن العمل جار على حفر الأبار وجمع المزيد من العينات للوصول إلى خامات عالية النقاوة وشملت الجولة مناطق جمع عينات البازلت في منطقة الأشقف شرق مدينة الصفاوي وصراح الوزير أنه تم جمع أكثر من 650 عينة من خلال شركة استشارية عالمية على مساحة 11 ألف كيلو متر مربع لغيات استخدامها للأغراض الصناعية متوقعا انتهاء دراستها خلال أربعة أشهر بغاية الآن حفرت حوالي 70 بير رح يحفر حوالي 200 بير رح يكملوا عملهم خلال المرحلة القادمة النتائج اللي حصلوا عليها لليوم نتائج الحمد لله مؤملة طبقات الفوسفات تتراوح سماكتها من 8 إلى 10 متر طبقات الطمم أيضا هي منخفضة إذا ما قرنت بتوفر هذه الخام بمناطق أخرى طبقة الطمم حوالي 8 أيضا 8 متر تقريبا نوعية الفوسفات اليوم نوعية جيدة واليوم كمان احنا بجولتنا شملت بالصباح مرينا على منطقة الصفاوي وما حولها لتفقد مشروع صخور البازل هذا الصخور أيضا اللي بنتأمل من خلال دراستها وتحليلها إلى أنها تستخدم ببعض الصناعات اللي بتكون صناعات محلية تبدأ دارة مراقبة الشركات اعتبارا من الأحد المقبل تنفيذ خطة شطب سجلات الشركات التي لم تصوب أوضاعها حيث تم انذار الشركات المخالفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي قال إن عملية الشطب على خمس مراحل تبدأ في الخامس عشر من كانون الأول الحالي وتنتهي بنهاية العام 2025 لتاحة الفرصة للشركات تصويب أوضاعها وأفاد أن هذه الخطوة جاءت بموجب تعديلات قانون الشركات التي دخلت عايزة تنفيذ في تشرين الثاني من العام الماضي وتهدف إلى ضمان التزام الشركات وإداراتها بأحكام القانون قال وزير صناعة والتجارة يعرب لقضاء إن رصد الحكومة مخصصات في موازنة العام المقبل لمشروع إيصال الغاز الطبيعي إلى الروض الصناعية في معان يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي بالمحافظة وتوفير فرص العمل ورفت الوزير خلال لقائه القطاعات التجارية في معان إلى المشاريع التي سيتم تنفيذها لتعزيز تنفسية المحافظات وفتح مجالات تنموية فيها مثل مشروع سكاك الحديد الوطنية ومشروع ربط ميناء معان البري بشبكة السكاك للعقبة وخلال للقاء طالب المشاركون بتقديم مؤسسة المشاريع الاقتصادية المساعدة الفنية للرغبين بالاستفادة من برامج الدعم الموجهة للمشاريع الانتاجية وزيادة المجالات الاستثمارية المولدة لفرص العمل وتشغيل المتعطلين في معان طلعنا على واقع الحال على التحديات الحقيقية التي تواجههم على أرض الواقع وأيضا قمنا بزيارة مطولة إلى أسواق معان المختلفة حتى نلمس من التاجر نفسه البسيط قبل الكبير الاحتياجات التي يحتاجوها والتحديات الكبيرة التي يواجهوها واليوم وضعنا مصفوفة حتى لا تكون فقط عبارة عن عملية زيارة توافقنا معواف التجارة على وضع مصفوفة بالطلبات والاحتياجات الحقيقية حتى نعمل على متابعتها طالبنا من المعالي يحول المستثمرين لمصنع الخزف مصنع الإجزاز في معان طبعا ذلك المصنعين إذا تمن في محافظة معان رغم موجود وصلة الغاز هي رايح تكون عنا رايح يكون أعداد كبيرة من الشباب العاطلين على العمل يجدوا فرص عمل رايح تستوعب مؤقل من 1200 إلى 2400 موظف وفي ذات السياق كشف تقرير لدائرة الإحصاءات العامة ارتفاع كميات زيت الزيتون للموسم الحالي بنسبة 40.20% مقارنة بموسم العام الماضي وبحسب التقرير بلغ حجم الكميات المنتجة في شهرين تشرين الأول والثاني من العام الحالي 34000 مقارنة مع 24000 في ذات الفترة من العام الماضي وجغرافيا احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى بحجم إنتاج زيت الزيتون بكمية بلغت 17000 طن ثم عجلون بحجم 6000 طن والبلقاء ثالثا بحجم 3000 طن فيما كان إنتاج المعاصر في العقبة الأقل بين المحافظات حقق مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات التريفية في نسخته الأخيرة نتائج هي الأفضل منذ نشأته وبلغت مبيعاته 3.5 مليون دينار بحسب وزير الزراعة الموندس خالد لحنيفات الوزير في مؤتمر صحفي أوضح أن المبيعات داخل المهرجان بلغت 3.2 مليون دينار من زيت الزيتون ومنتجات ريفية وتمور وعسل مقابل تعاقدات خارجية بقيمة 300 ألف دينار ولفت إلى أنه تم بيع 218 طن من زيت الزيتون هي الأعلى في السنتين الماضي التنين وأنه لم يتم ضبط أي حالة عش وإنما تم استبعاد الأقل جودة وكشف عن خطة لإنشاء مهرجان الزيتون في الخليج بعد تحقيق نتائج إيجابية ونجاحه في تمكين الأسر الريفية ورفع مستواها المعيشي نستطيع أن نقول بالفم الملآن أن المهرجان أصبح يشكل رافع اقتصادي لاقتصاديات الريف والمحافظات والبوادي والمخيمات والأطراف كاملة بما سهيان عكس إيجابا على الحد من الفقر وأرقام البطالة نحن في وزارة الزراعة نأمل العام القادم أن تكون هناك أيضا تطور لهذه المهرجان من خلال عمل نسخ منه في الدول الشقيقة إن شاء الله في الإقليم في تنسيق إن شاء الله قريبا مع أشقانا في الكويت وأيضا في الدول الخليج العربي وأيضا في المعارض الدولي بلغ حجم قيمة الأصول السورية المجمدة في مصارف السويسراء مائة واثنين عشر مليون دولار منذ فرض العقوبات السويسرية قبل 13 عاما بحسب ما كشفت وزارة الاقتصاد السويسرية وأكدت الوزارة أن هذه الأموال لا تعود للرئيس المخلوع بشار الأسد وجمدت بمجاب العقوبات التي فرضتها سويسراء في 2011 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي ارتكبتها حكومة الأسد واعتبرت صحيفة السويسرية أن تجميد الأصول السويسرية ستحد من قدرة الحكومة السورية على الوصول إلى الموارد المالية في ظل الوضع الراهن